من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا من الصلاة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيامينون عليكم ميلة واحدة ولجنه عليكم إن كان بكم أزم من مطر أو كنتم مرضى أن تغضعوا أسلحتكم أن تغضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعدى للكافرين عزابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاخذروا الله قياما وقعودوا على جنودكم فإذا طمأنتم فأعقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بدهاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إننا وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون لخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يثلم نفسه ثم يستغفر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يغشب إثما فإنما يغشبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يغشب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بحتانا وإثما مبينا ولولا فغل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والححمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عزيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف بصدقة أو معروف أو إشلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا أزيما ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسره جهنم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لعنه الله وقال لأدخذنا من عبادك نسيبا مفروضا وَلَا أُنْظِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُوَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدَ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُرُورًا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة